الموضوع لما تقلق كابتن طريق العشري والتعلق بالسحر والأمور بتاعت السحر دي كان بالدائق اكسعيتها وكنت بتاخدها ببراسطة موديعك لا بجد والله كنت استعيبها حتى طب حد اتعامل معك بعد كده ان الكابت طريق العشري فعلا بيستعمل هو في حد يكسب بالسحر السحر طبعا مذكور مفيش كار مفيش شك طبعا بس كنت انت كسبتها 15 دوري بقى كنت كسبتها خدت الدوريات كلها سيلي فادي كلها يعني لكن انت انا كنت بستمتع جدا جدا لما كنت بلعب فرق الكبيرة سواء الاهلي او الزمالك وكنت طبعا لما فيش شك لما بتقابل فرق الازجادية انت مش بحتاج تحفيز سواء على التدريب او اللاعبين صحيح كل اللاعبين المتحفزة تلقائيا عشان يقدوا في شكل كويس جدا فطبعا ده اللي كان بيعليك كمدرك فكنت بتحاول ان تتفوق على الاهليك وبتحاول تتفوق على الزمالك عشان تكون السبيل قوي اللي الحمد لله رب العالمين الوحيد فيه الاهلي او الزمالك ايه اكتر مباراة بعد ما خلص كنت مستمتع جدا وحاس انت عملت مباراة كبيرة جدا مباراة تاريخية سواء قدام الاهلي او قدام الزمالك لا فيه مباراة كتيرة جدا مع الاهلي يعني خاصواتها مباراة الكاس يعني الان دين مباراة بطولة لما انت تخرج الاهلي في مباراة في النهائي وتحصل الكاس وتحصل على الكاس طبعا يعني فيه شك طبعا مباراة كبيرة جدا انا قابلت الاهلي مبارتين يعني من قامتع المبارتين وبطولتين كاس و سوبر و الحرس خادت الكاس و السوبر مباراة الزمالك فيه مباراة كتيرة جدا يعني كن احنا حرس للحدود ااا كعبين عالي عالي زمالك فيه كل مباريات يعني حتى ماشي من ايامي بس من ايام كابتن الحلالبطلان لو تفكر فيه مباراة يعني شهيرة للكابتن الحلالبطلان او حرس الحدود خمسة اتنين Dopah 3 حرس الحدود في الماكس طبعا على الزمالك فكان كعب حرص الحدود عالي على الزمالك فديت من المباريات اللي أنا كنا منستمتع بيها أولا أمام جمهورين كبار فأنت أنت كمدرب مش هتكبر ألا ما هتقابل الفرع اللي زاديه وتثبت شخصيتك يعني احنا بنتكلم على سيراميكا والأهلي فريق سيراميكا ليه شخصية في مباراة النادي الأهلي وبانت كتير جدا في الشروط الأولاني لو كان كمل على نفس المنويل في الشروط الثاني أعتقد كت النتيجة ممكن تختلف قدام الأهلي والزمالك تاريخيا في كل الفائل اشتغلت معاه من المدربين اللي تعبوك يعني كنت عملت معه مجهود كبير جدا عشان تقدر التعامل معاه في الملعب في أرض الملعب ما فيش هيك طبعا يعني منو جزيز كان سعلب سعلب ما فيش هيك طبعا يعني يعني كل المباريات اللي أنت بتقابلها مع النادي الأهلي كانت بالنسبة لي يعني تاريخ مين تانيجرمان والجزي؟ كان الكابتن حسين بدري يعني قابلت كابتن حسين بدري في مبارات كتيرة جدا وكان برضو في ندية في المباريات كابتن محمد يوسف لما كان في فترة من فترات ماسك فكان يعني الواحد يتشرف أنه هو يتقابل الكوكبة من المدربين دي شكل كبير جدا مين من الزمالك؟ الزمالك يعني معظم المدربين اللي كان في الزمالك كان مدربين أجانب يعني الفترة اللي إحنا قابلناهم يمكن الفترة لما كنت مساعد أيام الكابتن حلم طولان كان الكابتن فاروق عفر هو اللي كان المدور الفني مبارات اللي حرصوا أدوك كسب فيها خبس لكن في بقية كل مباريات الزمالك كان كلهم مدربين أجانب أتكر حد كان تعبك شوية من المدربين اللي ضربوا الزمالك؟ تعبك فني أنا أوصل عملت معاما جبود عشان تعرف تهزمه أو تعرف تتعامل معاه؟ يعني في مراء أنا بس مش متذكر كمين المدربين مراء إحنا كسبناها في أستاذ القاهرة 2-1 مع حرص الحدود ترجمة نانسي قنقر